إذن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية انعكس على الحياة العامة للمواطنين وزاد من عبء غلاء الأسعار في المواد الغذائية والإسهلاكية تشكلت على إثره حالة سخط شعبي وغليان لشارع في المحافظة كاميرا يامن شباب رصدت جانبا من معاناة المواطنين في حطر موت والله الارتفاعات في المشتقات النفطية أصبحت كائبة على المواطن وعلى كهل المواطن بحيث انه لا يقدر على اي كان مشوار وذلك يرجع سلبا على جميع المواد فترتفع المواد الغذائية بذلك وترتفع جميع المشتقات النفطية وما يرز من المواطن من ذلك صدائنا وصوتنا لم يصل والشعب معادي يريد يعني لا صداء ولا صوت الأسعار صحنا من الأسعار من المواد الغذائية اليوم بقينا في المشتقات النفطية الراكب لي كان يتحرك للسوق بخمسين ريال اليوم قالوا له ميتين اشتركوا في القناة